المراهق المتصلت يعني يخذى كل من حوله لمزاجه متطلباته الخاصة ببعض الأحيان حتى يبارس نوع من الابتزاز العاطفي إن كان لوالدي ولأخوته لامتثال لأوامره. إذن من المهم الحديث عن خصائص المراهق المتصلت وكيف يمكن تمييزها والتعامل معها من قبل أسرته ومن حوله موضوع نقاشنا اليوم مع ضيفنا في الأستوديو الاستشاري التربوي الأستاذ عبد العليم حنون أهلا وسهلا إياكم الله بارك فيكم عجبني تسميتكم المراهق المتصلت تمييزا عن المرة الماضية المتمرد نعم ودائما أنت بتقول أستاذ عبد العليم أنه لازم يكون في حوار يعني طبيعي أنه مثلا يكون يناقش يعني إن كان المراهق أو حتى الطفل لوالدي فكتير مهم نعرف منك مين هو هذا المتصلت يعني إن كان هو ما بتطيع أوامر والده وبيحاوره هل ممكن يكون متصلت فلو تخبرنا عن خصائص هاي الشخصية الحقيقة التمييز بين المتمرد وبين المتسلط شيء جميل أنه نسلط الضوء عليه التسلط جاي من السلطة أنه عم ياخد سلطة أكثر من سلطة الحقيقية اللي ممنوحة له أكثر من سلطة الآخرين وأحيانا يصادر سلطة الآخرين مظاهرها مثل ما ذكرتي بشكل موجز بالطفل هذا كتير مرات بيشعر نفسه أنه كبر إذن هو صار له سلطة على اللي أصغر منه بحاول يصادر سلطة الأصغر منه بتحكم معه في جلوسه بشوفه جالس في مكان يستهوي هذا المكان بحاول يدخل مكانه بشوفه قد نال هذا الطفل اللي أصغر منه أو اللي أكبر منه نال ببعض الحضوة من الأهل فهو بريد ينتزع منه هذا المكسب اللي أخذه فبيتسلط عليه مظاهر التسلط متما ذكرتي بذكرتي بشكل موجز أحياناً بيكون بالاتزاز العاطفي أحياناً بيكون بيأخذ في شيء مادي أحياناً بمكانه عند الأهل لذلك أسباب التسلط كثيرة ومظاهرها كثيرة سواء كانت عاطفية نفسية أو عضوية أو تسلط في الحقيق طيب نحكي عن الأسباب أستاذ عبدالعلي الحقيقة شيء جميل جداً أن الأسباب سنجد فيها تنوع وأحياناً تعارض على سبيل المثال الطفل إذا دللنا زيادة فبيشعر له هو الحق أكثر من كل الناس اللي موجودين فبيبدأ بقى بيتسلط على حقوق الآخرين نعم لاحظوا الناحية المعاكسة إذا وجد غيره مدلل فهو كيف بده ينتقم من هذا الشخص المدلل بيتسلط عليه إذن قضيتين تطروا فين تطرف بالدلال الزاعد وتطرف بفقد الدلال اتنينتهم بيأدوا إلى ردة فعل وهو التسلط لماذا هالتسلط؟ التسلط سبب مشكلة ما هو صنعها هو عنده دافع داخلي لأنه يكون آخذ حقوقه آخذ مداء ومكانته ويثبت ذاته بيكون هو رايد يكبر بسرعة ويجاري الكبار سبب من أسباب التسلط أحياناً بيكون تسلط له أحد الوالدين فبدخل الولد الكبير أو المراهق اللي دخل في سن المراهقة شوف والده شو عمل بتصرف الأب إذا كان يأمر أوامر ويتسلط ولا يقبل المناقشة يقلده هذا الطفل المراهق وبقول أنا بابا بينه وبين نفسهما طبعاً ما بقوله أنا بابا أنا بابا يعني يقلد أبوه دائماً تماماً مثل ما في المجتمع الشخص اللي بيكون عايش في نظام تسلطي يمارس العدوان لأنه ممارسة العدوان أحياناً تكون على من اعتدى عليه أو على الآخر اللي يشعر بأنه هو اللي أخذ حق من حقوقه وبكل أسف أحياناً على نفسه قد يتسلط على نفسه إيه إشلون بيتسلط على نفسه بيرد مو تسلط بيرد على الظلم السابق على العدوان السابق بيسوي انسحاب كيف بده يرد؟ القضية بتصير وقت اللي بيكون الطفل يمارس عليه بعض التسلط قبل سنة 12 في سنة طفولة هو يخزنها ويخزنها حتى إذا كبر وصار 12 بده يثبت نفسه إنه أنا كبرت بيبدأ بيتسلط على الآخرين تسلط على الآخرين بيرفض نظام البيت بيرفض يستجيب للكبار بيرفض النظام المدرسي اللي هو فيه بذلك بيصير فيه تنمر في المدارس حالياً عنا بشكل كبير جداً هذا مظهر من مظاهر التسلط يعتبر؟ التنمر رد من الردود الفعل ما استطاع يثبت ذاته بطريقة بحاول يتسلط على الآخرين ما استطاع فبيتنمر وبتنمرد على الآخرين كيف بتنمر؟ بشوف له واحد ضعيف بشوف له واحد ما له دفاع عنه بشوف فرصة من الفرص بيتنمر عليهم طب إذا جئنا للمزج واقعي ممكن نشوفه نحن بحياتنا الأسرية ممكن نشوف أخ مراهق متسلط يعني بفرض بقى سلطه على أخته ولازم تمتفل لأوامره فكيف ممكن التعامل بهذه الحالة تحديداً؟ سؤال جميل ستتفاجأ بالحالات اللي مريت فيها أتتني إحدى السيدات بعد محاضرة من محاضرات قال أولادي متسلطين علي لاحظوا هذا الشيء ممكن شو هذا الشيء صحيح في سببين الأول هي مترددة ما هي واثقة من شخصيتها بتحكي كلام وتتراجع فيه فنمت عنده شعور بأنه يستطيع يفرض رأيه عليها إذن هذا سبب من الأسباب العلاج أنه يكون ثقتها في نفسها موجودة وتعمل وفق نظام وتفرض نظام على البيت طبعاً بتتحاور معهم لأنه طالما كبروا واستلبوا بعض الحقوق إذن لابد من أنه يتفق معهم على شيء بس أستاذ عبدالعليم في كثير من الحالات برضو بيكون كثرة تسلط الأم على الطفل في مرحلة الطفولة بتأدي لتسلطه عليها في مرحلة المراهق المراهق نعم لذلك هون منقول نصيحة أنا أرجو بأنه كل من يسمعني ياخد باله فيها عندما ينعزل الأب أو الأم يعزل نفسه عن أولاده ويملي إملاءاته ويتسلط عليهم بعد فترة إذا ما تواصل معهم بالتواصل الصحيح سيصل إلى فترة هو المعزول سينقلب السحر على الساحر سينقلب السحر وهذا الشيء اللي نلاحظه في دور العجزة التقيت في عدد الأشخاص في دور العجزة واصلين إلى سن عندهم المال وعندهم الجاه وعندهم اليسر وعندهم أولادهم اللي يكرموهم مادياً ولكن عاطفياً ووجدانياً واجتماعياً معزولين من أين أتى لو دخلنا لحياتهم الشخصية كانوا متسلطين في البيت رجل كبير متزوج وعنده أولاد يشعر بأنه والده متسلط عليه وهو كبير في الوقت اللي صحت له فرصة عاش في مجتمعه الخاص عاش بين أصدقائه عاش في كيانه وبيئته في يوم ورا يوم انعزل الأب الأب الكبير اللي أصبح جد ما عاد له أصدقاء لأنه ابنه رغم أنه طيب ومسكين ولكنه عزل إذا انعزل الولد والتسلط عليه وأخذ بعض حقوقه بنعكس عليه طيب بين الأخوات أستاذ عبدالعلي كيف فوقك؟ الأخوات النقطة الثانية هاي الشائعة وأرجو أنه نوجه لها كتير مرات الولد عندما يدخل في سن المراهقة يصير بيتدخل في كل شيء في البيت وخاصة في أخواته أصغر منه أو أكبر منه صحيح حجابك مو مناسب لماذا هذا الحجاب؟ الستائر اللي في البيت ما يمناسب أنا ما بيناسبني هيك لأمه انتي تيابك ما يمتناسب شوها الرجعية هاي لأبوه شوها الشروة اللي انت لابسه خلاص الناس تقدمت ليش ما لك إغرافيا ليش ما لك أصدقاء ليش ما لك كده هذا نوع من أنواع التسلط إيش ما ردوا لو رجعنا له نقطة الأولى اللي عشرتي إلها ما في حوار ما في تواصل بيصل لي يوم من الأيام هو بده يفرد رأيه لأنه ما أتيح له فرصة أنه يتحاور معهم الشيء الثاني ما عنده حجج في البيت عندما يغيب الحوار يتغيب الاستشارة يغيب التواصل فكل واحد يفرد رأيه الأب يجلسه كأنه هو سلطان على الأولاد يطيعوه بعد فترة من الزمن الولد بده يمارس هذا الدور إذا ما مارسه بقوة للكل مارسه بحدوده نعم طب أستاذ عبد العليم لو تخبرنا عن أبرز الأخطاء التربوية اللي ممكن تؤدي بصناعة مراهق متسلط على الخوات تحديدا خصوصاً أنه منلاحظ هذا الشيء بكثرة في عائلاتنا نعم البنت بتكون عادةً حنينة وألبر إيه فبتحاول تجامل أخوها تصنع له بعض الأشياء اللي ما عم بيحصد فيها في البيت سواء في تيابه الشخصية أو في مسايرته أو في بيت سره بعد فترة من الزمن هو بيشعر نفسه قد انتزع شيء واعتبر حق له بعد ذلك بدي يسيطر على قراراتها وعلى رأيها بدي يوجهها مثل ما هو بديه البديل بقى أو بالأحرى العلاج العلاج أنه الأهل يكونوا صاحيين ويعطوا لكل واحد حقه إذا كان الأهل ما حاوروا إذا الأهل حاولوا يمنعوا بالقوة فهو بيرد بقوة تانية معاكسة الأهل لازم يلعبوا معه ألعاب المنطق الحوار تبادل الأدوار ما معنى تبادل الأدوار هون قلوا أنت تقبل يجي أخوك الأكبر منك ويصادر للرأيك ويفرض عليك كذا وكذا لا إذن كيف أنت تمارسها لاحظوا الحوار لا يكفي حوار مجرد كلام ما نسمي أصلا الحوار إلا إذا كان أعملنا الفكر وأعملنا الحجة وبقي قضية سلاح كبير جدا وهو العاطف الحب الأم عندما تحب ابنها وتظهر له الحب بتخف كثير من المشكلات تقول له أنت تقبل أنك أنت تتحكم فيني مثلا أنا لا أقبل من أكبر المصايب أن المرأة الأم الأخت هي تقبل بأن تصادر قراراتها تصادر حريتها تصادر رأيها فبيصير له تعزيز وتشجيع كل ما تراجعت أمامه مرة عن حق من حقوقه هو يعتبره حق له أستاذ عبد العليم متى قد يحتاج الأهل لعلاج صارم مع المراهق المتسلط؟ في كل وقت يحتاج إلى علاج صارم ولكن هذه الصرامة هي تكون بحنية لأن أي صرامة بقوة بتنعكس أنا أرفض أنك تتدخل في هذا الأمر هذا الشأني الخاص أنت ما لك تدخل هذه صرامة ولكن الأسلوب أنت ابني حبيبي أنا بريدك وأنا فرحانة فيك أنك كبرت لحظه ولكن إذا كبرت تعال نصحني تعال وجهك ربما أنت تطلع على أشياء حقيقية في الحياة أنا ما لم أطلع عليها بس تعال قللي بيينلي أما أنك هيك تقول بأبل وما بأبل وتفرض رأيك عليها هذا لا يجوز صراحة يعني الوقت داهمنا مع الأسف مع أنه فقرة كتير شيقة ومعلمات كتير حبة مع الحب خلينا نختم معك مالاتا استشارة تلوي تهد عبدالعلي محنون شكرا لك هياكم الله شكرا لكم وبهذا المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا وفقراتنا لهذا اليوم نرجو لكم يوم مليء بالسلام النفسي يوم مليء بالجمال إلى اللقاء نودعكم اشتركوا في القناة